أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية صدر عن كلية ناصر العسكرية العليا تقرير حالة يؤكد على ضرورة نقل صلاحيات الرئيس إلى أعاد مستشارية أو لجنة من ديوانه أو إلى المجلس العسكري الأعلى من أجل إدارة هذا الوضع الطارئ على مصر بسبب جائحة كورونا لكن هذا التقرير الذي أصدرته أكاديمية ناصر التي يرأسها اللواء أركان حرب طارق أنور هلال جعلت المجتمع العسكرية في مصر ينقسم إلى تجاهين رافض ويؤكد من خلال نظرته على أن السيناريو الجزائري والسيناريو المؤسسات يجب أن يبدأ اليوم في مصر وليس شيئا آخر وترك المؤسسات تعمل بالطريقة العادية ولو في إطار حالة الطوارئ سيجعل من مصر اليوم هي المثال بعد المثال الجزائري الذي صان فيه العسكريون المصار الدستوري للبلاد ويدعو وزير الدفاع الزكي إلى الحفاظ على المؤسسات كاملة وإن أعلنت حالة الطوارئ في مصر لسبب مركزي هو أن المثال المصري أقدر من المثال الجزائري وأنه هو المثال المقبول لدى شعب بكامله ولدى الطفرة الثانية من ما يعيشه العالم العربي خصوصا بعد هذه الجائحة وبعد التضامن الذي حدث بين الفئات الشعبية والتي لم تصالح ما بين العلمانين وما بين المتدينين إلا في الأيام الأخيرة عندما استعاد الشعب المصري جزءا من طراحمه الداخلي إذن بنسبة لتصور زكي فإننا أمام ضرورة مباشرة لترك المؤسسات تعمل بالطريقة العادية وأن يعمل الجيش مهمته دون أي تدخلات ودون إرباك لعمل المؤسسات في الجهة الثانية ومن داخل ديوان الرئيس عبدالفتاح السيسي سنجد محمود حجازي نائب رئيس المجلس الأعلى السابق للقوات المسلحة من 27 ماليس 2014 إلى 28 أكتوبر 2017 وهو كان رئيس أركان ومستشار اليوم لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات والتي أشرفت بمسؤولية كبيرة على إدارة كورونا أو أزمة الكورونا لكن سقوط شفيع عبد الحلقيم داود عن الإدارة الهندسية سبب إشكالاً كبيراً خصوصاً أنه كان في لقاءات مع الرئيس قد ما يسمى بثورة أو انقلاب الذي أتى بالسيسي وأسقط نظام مرسي هذه الخلفية للمخابرات الحربية في مصر محمود حجازي لديه شرعية منذ عدل منصور الرئيس آل السابق وأدار المخابرات الحربية في ثورة في ثورة يوليوز بين قوسين أو انقلاب في الثورة أو الانقلاب الذي حدث في مصر وأسقط مرسي وذلك من 12 غشت 2012 إلى 27 مارس 2014 وبعده أتى صلاح البدري ودم ورأس هذا الجهاز لمدة سنة وهو قريب من صدقي صبحي والذي كان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 2014 أيضا إلى 2017 وهو قادم من الجيش الثالث فيما لا آخر من الجيش الثاني صلاح البدري كان لسنة واحدة أتى بعده محمد الشحات الذي فشل في الوصول إلى إعلان الإخوان المسلمين أو دفع الـ MI6 البريطانية إلى إعلان الإخوان المسلمين منظمة إرهابية ودفع ثمنها ثم انسحب ثم أتى بعده خالد مجاور من شهر ديجمبر 2018 وقبلها بشهرين كان هو نائب أو المشرف على الإدارة يعني شهرين ثم بعده أتى ليرأس الجهاز مجاور هذا كان ملحقا عسكريا في واشنطن والمعروف أن صدقي صبحي هو صاحب زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية من عام 2005 أي أننا أمام صف أمريكي يدعو أيضا إلى عدم المساس بالمؤسسات وخلق انتقال جزئي ديمقراطي يساهم مع المصريين في تجاوز المرحلة السابقة جائحة كورونا تغير المشهد الحربي والعسكري والخارطة العسكرية عموما في مصر لكن محمود حجازي المعروف جدا بأنه يعني أننا أمام اثنين محمود حجازي الصهر الذي بين قوسين كانت مردودية ومحدودة في ملف كورونا وعندنا مجاور أو مجاور وهذا الشخص لديه أزمة أخرى في إدارة الملف سد النهضة يعني أننا أمام ملفين مأزومين من طرفي شخصين فيما يحاول صدق صبحي أن يكون هو الرجل الأقرب وهو مستشار الشؤون الدفاعية في ديوان الرئيس من المعلوم أن الرئيس المصري سحب العنصرين معا في 2017 إلى طاقمه في 2017 أتى بمحمود حجازي وسلمه التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات ثم أتى بصدقي وسلمه الشؤون الدفاعية والتواصل مع الجيش أو هو المؤثر الحقيقي في علاقة السيسي في الرئاسة مع الجيش أو باقي الجيش ومع المجلس الأعلى للقوات إذن نحن أمام شخصين متنافسين لأن الأول حجازي لديه خلفية استخبارية لأنه أضار الاستخبارات الحربية لكن بالنسبة لصدقي لم يكن لديه هذا المصار أبدا لكنه أمن بشكل كامل الانتقال أو إسقاط على الأصح إسقاط نظام مرسي من رئاسة الأركان إذن لدينا ثلاثة أشخاص كانوا مفاتيح فيما حدث في إزاحة مرسي الأول في قيادة الأركان صدقي ثم الثاني حجازي في قيادة الاستخبارات الحربية وثالثا زكي الذي كان رئيس الحلس الجمهوري ووزير الدفاع اليوم إذن هذا الثلاثي الخطير اليوم هو الذي يشرف على كل العملية تقريبا هذا الثالث هو الذي يشرفه بشكل كامل على انتقال مصر اليوم في مواجهة سد النهضة وفي مواجهة كورونا وأخيرا انتقال الرئاسة إلى نيابة نحن أمام ثلاثة مفاتيح في الإدارة المصرية إثنان في ديوان السيد الرئيس وواحد في وزارة الدفاع المحصنة بقرار دستوري على فترتين متواليتين وهذا ما كسر فعلا مع حجازه لكنه قد يتمم مع زكي زكي الذي كان رئيس الحرس الجمهوري ورئيس المخابرات الحربية في إزاحة مرسي ورئاسة الأركان في نفس الفترة التي أزيح فيها مرسي هؤلاء الأشخاص الثلاث حجازي صدقي زكي هو الثالوث الذي يعتمد عليه في إدارة كل العمليات ليس كورونا فقط إذن الكل يتجه نحو هذا الثلاثي وهذا يتصارع وهذا الثالوث يتصارع على من يأخذ فعلا نيابة الرئيس لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يرفض مثل هذه التراتبية اليوم لذلك فنحن أمام صعوبة شديدة في نقل نيابة الرئاسة إلى حجازي للصهر رغم أنه هو الأقدر لسبب مركزي لأنه هو الذي يشرف على ملف الأزمة أي تدبير الأزمات وأزمة كورونا ضمن الأزمات لذلك فحجازي من الباب المنطقي أن يكون هو نائب الرئيس اليوم أو المفوض من أجل ممارسة الصلاحيات في حالة الإصابة لكن الأمر يبقى طارئا بالنسبة لصدقي هو يرى على أن الجيش هو المكلف بهذه المهمة وبالتالي فهو الذي سيشرف على هذه المهمة كورونا وعلى الأزمة التي حدثت والتي يدفع ثمنها اليوم خالد مشاور رئيس المخابرات اليوم إذن الصراح حول النيابة هذا الصراح سبب في أن السيسي الرئيس تدخل ونقل فعلا الصلاحيات اليوم إلى محمود حجازي هذه الصراحيات المفوضة على أساس أنها تدبير للأزمة جعلت من المجتمع العسكري والاستخباري المصري في حالة احتقان حقيقي لأن إدارة العملية لا تزال إلى اليوم عبر السيسي لكنها قد تنتقل بشكل مفوض وشبه كامل للصلاحيات إلى محمود حجازي هذا الذي المزداد إلى الآن بين تاريخين الأول 56 11 يونيو 1956 وهناك في الأوراق أخرى 1953 كما في الأوراق الأمريكية إذن هذا الشخص الذي يعمل أو كان مفتاحا إلى اليوم لإدارة العملية استخباريا يؤهل اليوم لإدارة البلاد في حالة الأزمة دون المرور بالسيناريو الجزائري التي تزكيه كلية ناصر وزكي وزير الدفاع ورئيس الحرس الجمهوري السابق وكثير من الجنرالات وأيضا من اللواءات لواءات الحرب الانقسام الذي حدث لأننا ندرك جيدا على أن صدقي يعتقد أن لديه وديعة فسامي عنان الذي أتى مكانه فالصدقي هو الذي ورث سامي عنان الذي رشع نفسه إلى الرئاسة ووقع ما وقع كما هو معلوم إذن صدقي يجد في نفسه على أنه هو الأقدر لأنه لا زال مرشحا حقيقيا للرئاسة محمود حجازي يعتقد أيضا أنه هو المؤهل لأنه الذي أضار من المخابرات والسيسي من المخابرات العسكرية أو الحربية والاستطلاع إلى الرئاسة وهناك من يعتقد أن السيناريوهان ليس فعالين بأي حال اليوم في مصر وأن الواجب هو الوصول بمصر إلى تطعيمه بالسيناريو الجزائري الذي يمكن المؤسسات من خلافة السيسي وإعلان صفحة أو إغلاق صفحة في حال حدوث أي تطور من المهم أن نؤكد على أن الأمريكيون يعتقدون أن نيابة الرئيس أو النائب الرئيس اليوم هو محمود حجازي وأن هذه المسألة أصبحت بالنسبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مسألة وقت فقط هذا التقييم الأمريكي الذي حدث أخيرا قد يعطي إشارة واضحة إلى أن السيناريو الجزائري وأنصاره في مصر ليسوا أقوي بما فيه الكفاية أو أن وصول إن لم يحدث تحالف بين الصدقي الذي يعتقد كما قلنا بأن لديه وديعة سامي وأنه المؤهل للوصول إلى إلى رئاسة الجمهورية إن لم يتحالف زكي وصدقي فلن يكون الأمر إلا ما قاله الأمريكيون ويعتقدون بشكل جازم على أن العلاقة بين زكي وما بين صدقي ليست متينة ولن تكون في الأفق القريب ولذلك فإن محمود حجازي هو المؤهل لرئاسة مصر شكرا جزيلا وإلى اللقاء